السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا سادس ننكمل حصتنا لقائمة إدراج الجزء الثاني من برنامج إكسل رح نراجع مع بعض بشكل سريع قائمة إدراج حكينا أنه قائمة إدراج موجودة في شريط القوائم تتكون من مجموعات مجموعة الجداول مجموعة الرسومات التوضيحية مجموعة المخططات مجموعة الارتباطات ومجموعة النص حين نحكي الراجع بشكل سريع مجموعة الجداول تساعدنا أوامر مجموعة الجداول على إدارة وتصميم الجداول بعدين بلشنا مجموعة الرسومات التوضيحية اللي هي أمر بيكشر صورة قصاصة فنية كليب آرت أشكال سمارت آرت أشكال شيبس وسمارت آرت وحكينا عنهم بالتفصيل الصورة البيكشر القصاصة الفنية لكليب آرت شيبس الأشكال وشفنا أيضا الجانب العملي الحصة الماضية مضبوط اليوم رح نبلش بمجموعة المخططات المجموعة الثالثة إيش هو مخطط البياني؟ المخطط البياني ممكن يجيك عليه السؤال عرف المخطط البياني هو رسم يختصر الكثير من المعلومات في صورة واحدة تساعد على التوقع وعلى إدراك القيم الفعلية للمعلومات نشوف كتير يا سادس بكتابنا الاجتماعيات مخطط بياني زي شكل الدائرة ببين فيها نسبة الذكور والإناث فأنت من الرسمة نفسها استنتجت أنه نسبة مثلا للذكور أو نسبة الإناث أعلى وبتلاقي مثلا بكتابنا العلوم على شكل أعمد يبين أكديش كمية غطول المياه وقديش إحنا منستخدم فمن الرسمة اكتشفنا أنه إحنا في عنا عجز مائي إذن هو رسمة يختصر الكثير من المعلومات تلاقي في صورة واحدة لقينا مثلا قديش كمية المياه اللي سقطت عنا والمياه اللي استخدمناها عبر سنوات متعددة إنت من خلالها أدركت إيش عنا إن أنا عند عجز مالي وتوقعت إيش رح يصير عندي ممكن للسنة القادمة أنا كيف بدي أدرجها بدي أروح على قائمة إدراج insert وأروح أختار مجموعة مخططات الموجودة عندك في الشكل التالي شفتها في عندي أنواع للمخططات أنواع المخططات مخطط عامودي مخطط دائري مخطط مساحي مخطط خطي مخطط شريطي مخطط مباثر في عنا بعض المخططات الأخرى طبعا كل مخطط إحنا منستخدمه حسب بما يتناسب مع طبيعة البيانات خطوات إنشاء مخططات ورح نشوفها بالجانب العملي إحنا كل مرة منحط الجانب النظري بعدين عم نشتغل بالجانب العملي رح نحكي أول شي هذا الجانب خطوات إنشاء مخططات واحد حدد النطاق إيش يعني حدد النطاق يا سادس يعني ظلل ظلل تلك الأعمدة أو تلك الصوف التي تريد إنشاء مخطط لها تنين بدي أروح على شريط أدوات إدراج قلت من مجموعة مخططات أختار إيش المخطط اللي أنا بديها حيش أفناها بالرسمة متذكرين قلنا إدراج بعدين رحت على مجموعة المخططات واخترت شكل المخطط اللي أنا بديها ملاحظة أنا رح تقول لي مثلا أنا بدي مثلا العامود الأول والعامود مثلا دي ما بدي كل هاي الأعمدة رح أقول لك استخدم مفتاح من أجل تضغيل النطاق للخلايا المنفصلة أنا ظهر عندي ذلك المخطط أنا بدي أغير حجم ممكن يكون عندك ظهر بحجم صغير إنتا بدك تكبره أو بالعكس أول إيش تكتحدد المخطط كيف تكتحدد المخطط؟ مجرد يا سادس ما إني أنا أضغط على هذا المخطط رح يتحدد وكيف رح تعرف أنه هذا المخطط تتحدد رح تظهر لديك مقابض على شكل دائرة بتكون هاي المقابض أنا بإمكان إني أتحكم بحجمها حجم ذلك المخطط بالتكبير أو التصغير وطبعا معلومة نعرفها أنه عدد تلك المقابض التي تظهر على المخطط ثمانية هاي نشوف الرسم شكل المقابض شايفينها أنا أشرب السهم على تلك المقابض بدنا نعرف يا سادس خطوات نقل المخطط في نفس الورقة في نفس الشيط واحد الضغط المستمر على المخطط تنين سحبه إلى المكان الذي ترغب فيه بواسط خاصية السحب والإفلات ونركز على هاي الكلمة خاصية السحب والإفلات يعني أنا أضغط على المؤشر لاحظ أنه رح يتغير عندك شكل المؤشر إلى سامذ وأربعة اتجاهات وأنا أقوله إلى المكان الذي أريد حكينا في بدايتنا قامة إدراج نتكون مجموعات بلشنا مجموعة الجداول بعدين بلشنا مجموعة الرسومات التوضيحية مجموعة المخططات وهلأ نيجي نبلش مجموعة أدوات النص مجموعة الأدوات النص تتكون من مجموعة من الأوامر أمر مربع النص تيكست بوكس أمر رأس بالتذيل هيدر آنت فوتر أمر الخط الفني وورد آرت وأمر رامز سيمبل ورح أقول لك يا سادس الرجاء حفظ أوامر مجموعة أدوات النص باللغة العربية زائد اللغة الإنجليزية زائد حفظ شكل الأداء بعيد باللغة العربية زائد الإنجليزية زائد حفظ شكل الأداء أمر مربع النص تيكست بوكس يمكننا هذا الأمر من فتح مربعات النص داخل الورقة مشان أكتب جواته بيطلع لك على الشكل مربع انت بهذا كانت تكتب داخل ذلك المربع بسميه تيكست بوكس أمر هيدر عند فوتر رأس والتذيل يمكننا هذا الأمر من تنصيق رأس وذيل الصفحة وهذا خدناه طبعا إحنا ببرنامج الورد نفسه تتطبقه على برنامج الـ أمر الخط الفني الهو الورد طبعا إنا لما أضغط على الورد رح تندرج قائمة فيها أشكال جماليا هو لأنه شكل جمالي تختار نمط الشكل الذي تريد هاي الورد في له أشكال متعددة أمر الرمز يمكننا هذا الأمر من إدخال بعض الرموز الخاصة وغير ما تكون موجودة على لوحة المفاتيح مثلا هايها بعض الرموز ورح ننتقل فيك يا سادس إلى الجانب العملي بتمنى تحفظوا التلخيص كويس مشان نشوف نطبق بعضين عمليا ننشوف مع بعض يا سادس الجانب العملي كيف أنا بدي أدرج مخططات في برنامج اكسل أنا عندي بيانات أنا بتمنى منك أنك تتطبق نشاطه لكتاب أول إشي قلنا مننا نحدد فأنا ظللت العامود A والعامود B بعدين رحت على قائمة إدراج انسيرت قلنا على مجموعة مخططات تختار شكل النمط المخطط اللي أنت بدك إياه هاي بالنسبة لإدراج مخطط طيب نروح قلنا فيه شغلة أخدناها اللي أنا كيب بدي أكبر أو أصغر ذلك المخطط مظبوط هيني صغرته هيني كبرته طيب كيب قلنا بدي أنقله من مكان إلى معخر شوفنا كيف صار السامذو أربع اتجاهات أنا مشان أنقل ذلك المخطط من مكان إلى مكان آخر في ورقة العمل هاي بالنسبة يا سادس لمجموعة المخططات أهدنا برضو إحنا مجموعة نص بروحتي من عند إدراج قلت فيها مربع نص تكست بوكس هيني ننشوف التكست بوكس كانك تكتب فيه مثلا الهواية ونفس الإشي يا سادس إمكانك أنك تعدل لون وحجم وخط إلى آخره أنا هيك بكون عملت مربع النص إدراج بدي أعمل مثلا word art بختار النمط اللي أنا بدي إياه نفرضه النقطة مدارس الوطن العربي بطلب منك يا سادس إنك تطبق ذلك النشاط عندك بكتابك وتشوف وتجرب كل إشي من مجموعة نص تجرب مرة تعمل تكست بوكس الرأس والتذيل الword art إلى آخر وحتى أنك ممكن تضيف رمز من مجموعة رموز لهون يا سادس بقولكم يعطيكم العافية لليوم إن شاء الله طبقوا الدرس كويس إن شاء الله بشوفكم الحصة الجاي بإذن الله